ميناء عدن يحتضر هكذا ناشد رئيس النقابة العمالية بميناء عدن من يهمه الأمر لتدارك وضع الميناء وإنقاذه من الشلال التام رئيس النقابة أوضح في مناشدته أن غرفة عمليات التحالف في عدن منعت سفن تجارية من التفريغ في الميناء رغم حصولها على ترخيص رسمي من غرفة تحالف في الرياض الأمر الذي عطل حركة سفن التجارية وقد يقضي تماما على الحركة الملاحية البحرية في عدن قبل أسابيع نفذ عمال وموظف الميناء وقفة احتجاجية ضد ممارسات الإماراتيين في عدن والتي تمنع تفعيل نشاط الميناء وترفض منح تصاريح أمنية للسفن تمنعها من التفريغ في الميناء دون أسباب مراقبون يقولون إن الإماراتيين يعملون على إضعاف ميناء عدن في إطار مشروعهم الإقليمي الذي يهدف للسيطرة على موانئ المنطقة الاستراتيجية لصالح ميناء دبي التجاري الضربة التي تلقتها الإمارات مؤخرا في جيبوتي والصومال أفقدتها أوراقا استراتيجية في اللعبة الاقتصادية الدائرة وهو ما سيحملها على إحكام السيطرة على ميناء عدن ولو بطرق غير قانونية وتوظيف ذلك لمصالحها الاقتصادية أنباء إعلامية تحدثت عن قيام الرئيس هادي بعرض تشغيل ميناء عدن على الصين خلال لقائه أمس الأحد بالسفير الصيني في الرياض وإذا ما تم الأمر فإن هادي سيكون قد لعب بكرت الجوكر ضمن أوراق اللعبة الاقليمية أكاديميون وناشطون كانوا قد طالبوا الرئيس هادي بالاستفادة من العملاق الصيني في اليمن بغرض تفعيل النشاط الاقتصادي وإحداث توازن سياسي في المنطقة وتجاوز الابتزاز الغربي ميناء عدن يحتضر فهل سينقذ الرئيس هادي الميناء والبلد ويقوف عنها عبث الطامعين والمحتلين؟